في إطار احتفال العالم بيوم اللاجئين جددت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي وقالت الخارجية في بيان إن هذا اليوم فرصة هامة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأفراد وتأكيد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي تستقبلهم وأشهد بيان الخارجية بالدور الهام الذي تضلع به المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء والهجرة وتجدد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع تلك المنظمات وتعزز جهودها في مجال بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة سعيا لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء أجبرتهم ظروف بلادهم على الفرار فلم يجدوا أفضل من مصر للاحتماء فيها هكذا كانت مصر دائما وما زالت الملاذة الآمنة لكل من اضطرته ظروف بلاده للجوء والرحيل فاحتضنتهم وتعاملت معهم من منظور إنساني يكفر لهم العيش بكرامة على أراضيها ووسط ظروف عالمية معقدة تتفاقم فيها الأزمات والكوارث الطبيعية جاءت لغة الأرقام لتؤكد دور مصر في هذا الملف الهام فمصر تستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من العديد من دول العالم ويأتي في مقدمة الرعاية الذين يعيشون في مصر ويعاملون معاملة المصريين الأشقاء من السودان بنحو خمسة ملايين شخص ثم الأشقاء من سوريا بمليون ونصف المليون شخص ثم اليمن وليبيا بمليون شخص لكل منهما التعامل مع تداعيات الأزمة السودانية وهي الأحدث في المشهد العالمي جاء تكسيدا لسياسة مصر في ملف اللاجئين فقد فتحت مصر أبوابها منذ بداية الأزمة لمن قرر الفرار هربا بحياته من السودان ووفرت له كل سبيل الراحة والاستقرار والرعاية الصحية قد حرست مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفريد من ولاته ووفرت السلطات المصرية كافة الإمكانيات وبذلت جهودا مبنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية حيث استقبلت مصر ما يربو على ربع مليون سوداني أي ما يعادل ستين في المائة من إجمال الفريد من أعمال العنف بالإضافة إلى خمسة مليون سوداني تصطدي فيهم مصر منذ عقود طويلة وتوفر لهم معاملة كريمة على دوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين ولا تزال مصر تدعو وتعيد التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي كما تشدد مصر على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين ودعم الدول المضيفة لهم انطلاقاً من مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات جهود كبيرة تقوم بها مصر لحل أزمات اللاجئين حول العالم انطلاقاً من أهميتها ومحورية دورها الإقليمي والدولي وثقلها السياسي اشتركوا في القناة